معنا مباشرة من إسطنبول المحلل السياسي التركي إسماعيل كايا مرحبا بك سيد إسماعيل إذن البعض وصف إعلان الانتخابات المبكرة بالزلزال السياسي هل كان هذا الإعلان متوقعا؟ الإعلان لم يكن مفاجئا كثيرا المفاجئ كان الموعد القريب جدا لهذه الانتخابات السياق العام جاء في عقب الاستفتاء والتعديلات الدستورية التي جرت في إبريل الماضي من عام الماضي بدأت البلاد تدخل في حالة من عدم الاستقرار السياسي بدأت تتصاعد هذه الحالة تدريجيا وصولا إلى انعكاس آثار اقتصادية كبيرة على البلاد تصاعدت هذه الآثار خلال أيام الماضية بشكل كبير جدا وبالتالي كان القرار بعادة بحث الأمر من جديد الحكومة نفت طوال الخيار من حيث المبدأ كان مطروحا بقوة طوال الأشهر الماضية ولكن بالأيام الأخيرة الحكومة نفت بشكل متكرر أن تكون لديه هذه النية ولكن مع تطورات الأخيرة والآثار الكبيرة على الاقتصاد شهدنا ارتفاع كبير في نسب التضخم وشهدنا انخفاض في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار وبالتالي عاد الحزب الحاكم لبحث الأمر بقوة وكان هناك رأيان أسيان كان إما ترك الانتخابات تجري في موعدها في نوفمبر 2019 أو تقديمها لأقرب وقت وأقرب وقت كان خلال شهرين الأمر كان مفاجأ من حيث السرعة وهذه السرعة الكبيرة في تحديد الموعد طيب إذن من جراء هذا القرب الكبير يعني أقل من شهرين تقريبا على جراء انتخابات من العكاسات التي ينتظرها حزب العدالة والتنمية على الداخل التركي من جميع النواحي السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية الدافع الأساسي لهذه الانتخابات كان الخروج من حالة عدم الاستقرار السياسي والغموض الحكم في تركيا دخل في حالة من الفجوة هناك جرى إقرار تعديلات دستورية تحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي ولكن هذه الفترة كانت ستطول كثيرا أكثر من قرابة عامين للانتخابات المقبلة النظام الرئاسي طبق بشكل عملي على الأرض الرئيس أردوغان يطبق النظام الرئاسي فعليا ولكن بحكم الدستور سيطبق عقب الانتخابات الحكومة أردت من ذلك الخروج من حالة عدم الاستقرار السياسي الدخول بحالة استقرار بشكل أكبر لينعكذ ذلك على الاقتصاد بشكل أكبر كل هذه الأمور تأمل الحكومة أن تخرج منها وعلى الصعيد الدولي أيضا هناك التربات مع على الصعيد الدولي عفوا يعني لتركيا دور مهم في عدة ملفات أهمها الملف السوري هل ستؤثر هذه الانتخابات في هذا الملف؟ يعني بكل تأكيد تركيا الانتخابات التركية تؤثر على كل الملفات التي تؤثر فيها تركيا ومن أهمها الملف السوري يعني إذا استمر حكم حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان ستكون هذه دفعة كتأكيد من الشعب وتأييد لسياس حزب العدالة والتنمية في سوريا طوال السنوات الماضية وفي حال حصل هناك تغيير ووجرى تغيير نظام الحكم في تركيا ستكون هناك نتائج مختلفة المعارض تتبنى مواقف مختلفة تماما عن الحكومة فيما يتعلق بالملف السوري ربما تنعكس على التوجه السياسي والعسكري وما يتعلق بملف اللاجئين وغيرهم ولكن في حال استنغار حزب العدالة والتنمية في الحكم ستكون هناك خطوات ثابتة ولكن بنفس التوجه يعني التوجهات العامة للحزب الحاكم لن تختلف سيختلف بعض التفاصيل ربما تكون هناك دفعة أكبر لتأييد سياسات الحكومة على سبيل المثال جرت عمليات عسكرية موسعة بالأونة الأخيرة في درع الفراط ومن ثم في عفرين ربما بعد الانتخابات سنشهد عمليات عسكرية أوسع في حال تطلب الأمر لأن ذلك سيكون الرئيس أخذ ما يشبه التفويد من الشعب على سياساته في سوريا وبالتالي سنشهد تغيير كبير فيما يتعلق مع العلاقات مع الولايات المتحدة والانتحاد الأوروبي هناك تغيير بالتأكيد يعني الدول الأوروبية تحاول كلما اقتربت الانتخابات في تركيا تحاول اللعب على وتر تغيير نظام الحكوم ولكن عقب الانتخابات تبدأ بالتسليم بأن هذه الحكومة ستبقى خمس سنوات أو أربع سنوات وبالتالي تصبح وتعمل على تعزيز العلاقات والعمل معها بشكل أفضل سيد اسماعيل المعارضة التركية أعلنت تستعدادها لخوض الانتخابات المبكرة هل ننتظر معركة محامية في الانتخابات في حزيران مقبل هل معارضة قادرة على أحداث تغيير في المشهد السياسي؟ يعني حتى الوقت الحالي التركيبة السياسية كالتالي هناك تحالف باسم تحالف الشعب جار بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض هذا التحالف لديه فرصة كبيرة بالفوز ولكن ماذا أعدت المعارضة؟ المعارضة حتى الآن حزب الشعب الجمهوري بمفرده أكبر أحزاب المعارضة غير قادرة على تغيير نظام الحكم أثبتت ذلك في الانتخابات الماضية وفيما يتعلق بالتحالفات التي يمكن أن يركبها الحزب حتى الآن غير واضحة الحزب أمامه فرصة وحيدة لتشكيل خطر على استمرار حزب العدالة والتنمية في الحكم وهو التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في حال جرى التحالف بين الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي سنشهد انتخابات قوية ومنافسة كبيرة لا نتحدث عن انتخابات محسومة لا يوجد شيء محسوم في تركيا على سبيل المثال أكثر الاستطلاعات تفاؤلا فيما يتعلق بنتائج تحالف الشعب الذي كونه العدالة والتنمية والحركة القومية يتحدثون عن 55% وفي حال تم تشكيل تحالف مقابل من حزب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي سنشهد منافسة قوية جدا كما جرى بالاستفتاء الأخير جرى الفوز بفارق 1% فقط وربما تكون الانتخابات على هذا السياق وتكون نتائج متقاربة جدا لا يوجد حسم قريب ولا يمكن التكاهم بالنتائج من الآن إذن الأمر غير محسوم حتى مع هذا التحالف مع حزب الحركة القومية شكرا جزيلا لك المحرسة التركي إسماعيل كايا